بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في الصف الأول المتوسط في مادة القرآن الكريم ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ بقراءة الآيات من سورة الأنفال نأخذ هنا أهداف الدرس من أهداف أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآية تلاوة صحيحة خال من الأخطاء وأيضا تطبيق حكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة والاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك البسملة وتحسين الصوت بالقرآن الكريم والقراءة بتدبر وخشوع والتسبيع عند آيات التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد والاستعادة بالله عند آيات الوعيد هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي يبغي لكل مسلمين ومسلمين يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابعة معي حتى النهاية لأن نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بعد قراءة الآيات نأخذ أهم الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب والطالبات معنا في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى كلمة وليبلي الخطأ يقع من قبل الطلاب والطالبات في سكون اللام يسكن اللام ون اللام مكسورة وليبلي وليبلي معكم كروا مع أو تنددوا مع الكلمة وليبلي وليبلي و أيضا في قول الله عز وجل كلمة ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين الدال هنا ما علمتها ما كسر بعض الطلاب يفتح الدال كيد وأن الله موهن كيد الكافرين قراءها كذا كيد الكافرين و أيضا في كلمة و إن تعودوا نعد كلمة و إن تعودوا نعد تعودوا نعد هنا تعودوا نعد هنا يجد هنا الواو هنا عدم مدها أكثر من حركتين قراءها هكذا و إن تعودوا نعد نستخرج هنا في هذه الآيات أحكام النون الساكنة و التنويد أول حكم معنا في قول الله عز وجل و ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا بلاء حسنا من هو هذا الحكم؟ من يعرف هذا الحكم؟ أحسنتم هنا هنا إظهار حلقي بلاء حسنا بلاء حسنا بلاء تنوينة بعد الحاء و الحاء من حروف الإظهار الحلقي بلاء حسنا إظهار حلقي و أيضا في قول الله عز وجل و إن تعودوا و إن تعودوا نساكنة أتبعد التاء و التاء من حروف الإخفاء الحقيقي نساكنة أتى بعد التاء أتى بعدها التاء و التاء من حروف الإخفاء الحقيقي و إن تعودوا و إضحوا حكم آخر عنكم عنكم هنا كذلك من أحكام النساكنة و التنويد إخفاء حقيقي ننتقل الصفحة التي بعدها فنأخذ في هذه الصفحة أو في هذه الآيات الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب و الطالبات فنأخذ هنا أول خطأ في قولي عن بعض الأخطاء إن شر الدواب عند الله الصم البكم لاحظ هنا الصم البكم الذين لا يعقلون كلم معي الصم البكم الذين لا يعقلون الصم البكم و أيضا في قول الله عز و جل و لو أسمعهم لتولوا كلمة لتولوا ردوا معي لتولوا 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 و أيضا في قول الله سبحانه و تعالى إذا دعاكم لما يحيي تجدنا كمية هنا اثنتان يحييكم يحييكم نستخد هنا أو نأخذ هنا بعض حكام الميم الساكنة بعض حكام الميم الساكنة أول حكم معنا في قول الله سبحانه و تعالى و أنتم تسمعون هنا ميم ساكنة أتى بعد التا و التا من حروف من يكمل أحسنتم هنا إظهار شفوي و أنتم تسمعون و أيضا في قول الله عز و جل و لو علم الله فيهم خيرا فيهم خيرا من ساكنة هذا بعد الخاء و الخاء من حروف من يكمل الإظهار الشفوي فيهم خيرا إظهار الشفوي و لو علم الله فيهم خيرا إظهار الشفوي و أيضا في قول الله عز و جل و لتولوا و هم معرضون و هم معرضون ميم ساكنة أتى بعد الميم و الميم حروف إضغام متماثل إني صغير ننتقل صفحة التي بعدها و نأخذنا فيها في هذا الصفحة أهم الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب والطالبات في قول الله عز و جل كلمة و أيدكم هنا و أيدكم كلمة و أيدكم هنا تشد هنا و أيدكم و الدمع الآية و أي كلمة و أيدكم و أيدكم و أيدكم و أيضا في قول الله عز و جل يهو الذي آمن تتقل الله يجعل لكم هنا كلمة يجعل لكم كلمة يجعل يجعل لكم يجعل لكم هذه يعني بعض الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب والطالبات نأخذ هنا في هذه الآية في هذه الآيات في هذه الصفحة بعض المدود بعض المدود من المدود في هذه الآية أو في هذه الآيات في هذه الآيات في قول الله عز و جل و اذكروا إذ أنتم و اذكروا إذ أنتم من يعفذ المد من يعفذ المد أحسنتم من مد منفصل لأن الهمز في كريمة و المد في كريمة أخرى مد منفصل نأخذ مد آخر في قول الله عز و جل و اعلموا أنما واعلموا أنما مد منفصل هنا مد منفصل لأن الهمز في كلمة والمد في كلمة أخرى واعلموا أنما مد منفصل و أيضا في قول الله عز وجل يا أيها كلمة يا أيها من عند المد أحسنتم مد منفصل يا أيها يا أيها مد منفصل لأن الهمز في كلمة المد أيها في كلمة أخرى هنا يعتبر من قبيل المد المنفصل أيضا في قول الله عز وجل كلمة آمنوا من عن المد هذا؟ آمنوا مد بدل لماذا مد بدل؟ لماذا؟ لأن الهمز تقدم على المد هنا تعرف المد بدل أن يتقدم من يكمل؟ أن يتقدم الهمز على المد هنا مد بدل هنا مد بدل نأخذ في هذه الصفحة كذلك بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلاب والطالبات في قوله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ليثبتوك كلمة ليثبتوك معنى كلمة يثبتوك؟ أن يحبسوك ليثبتوك نرد معكم الكلمة ليثبتوك ليثبتوك أي يحبسوك و أيضا في قول الله عز وجل في كلمة وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ هناك كلمة في ألف صغيرة تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ و أيضا في قول الله سبحانه وتعالى و ما كان الله ليعذبهم الباء هنا معانة الباء هنا الباء هنا ألا فتحها ليعذبهم كرروا مع الآية أو رددوا الآية أو الكلمة ليعذبهم ليعذبهم نأتي بعد ذلك إلى بعض أحكام التجويد في قول الله عز وجل و إذ قال الله إن كان إن كان كلمة إن كان منع ذا الحكم أحسن نونساكن أتى بعد الكاف و الكاف من حروف الإخفاء الحقيقي إخفاء حقيقي إن كان و هذا الحكم في كلمة في كلمتين إن كان إن كان و كذلك في قول الله سبحانه وتعالى عندك من عندك هنا تجد هنا في كلمة واحدة إخفاء حقيقي عندك و أيضا في قول الله سبحانه وتعالى بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم هنا تنوين أتى بعد الهمزة و الهمزة من حروف الإظهار الحلقي إظهار حلقي بعذاب أليم إظهار حلقي و أيضا في قول الله سبحانه وتعالى حجارة من تنوين أتى بعد الميم و من حروف الإضغام بغنة إضغام بغنة حجارة من السماء إضغام بغنة نأتي هنا بعد ذلك إلى أحكام الميم الساكف في هذه الصفحة و ما كالله معذبهم و هم يستغفرون هنا إظهار شفوي إظهار شفوي معذبهم و هم يستغفرون إظهار شفوي نأخذ في هذه كاللتا في الصفحة هذه بعض المدود من المدود في قول الله سبحانه وتعالى لو نشاء ما نوع هذا المد أحسنتم مد متصل لأن الهمز و المد في كلمة واحدة لو نشاء لو نشاء و أيضا معناه في قول الله سبحانه وتعالى السماء السماء ما نوع هذا المد من يعرف أحسنتم مد متصل لأن الهمز و المد في كلمة واحدة هنا مد متصل و أيضا في قول الله سبحانه وتعالى مثل هذا إن هذا مد منفصل مد منفصل لأن الهمز في كلمة و المد في كلمة و مد منفصل و هكذا انتهينا من الآيات من سورة الأنفال و نؤكد على الطلاب و الطالبات تلاوة الآيات تلاوة صحيحة و الاستعانة كذلك بمصاح مرتلة حتى بإذن لا تكون تلاوة خالة من الأخطاء في الختام نشكركم على حسن استماعكم لدرس آخر والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر